اشتركوا في القناة واليوم نحن نطلق مرحلة انشاءات الكبرى في الوحدة النووية الرابعة هذا الانجاز انجاز هام وبفضل عمل النشيط لعدد كثير من الخبراء المصريين والروس والدعم المتواصل من قبل زعيمين فان القيادة المحترمة اسمحوا لي ان اطلعكم بالمستجدات في الوحدتي الاولى والثانية تم التركيب لمسيضتين للقلب المفعل في القتلة الواحدة نحن ارسينا الاسس والقواعد وفي الوحدة الثانية هناك المال التمهيدية لبناء الغلاف للمفعل وهناك تركيب لالاساس في الكتلة الثالثة والكتلة الرابعة شاهدت استكمال الاعمال التمهيدية لاجهزة الوقاية في السنة الماضية حصلنا على اذن والموافقة لأعمال البنافئ الوحدة نووية الرابعة ونحن مستعدون لصوب الخرصانية الاولى نحن نشرك في التنفيذ ضمن مشروعنا الاعمال الروسية والمصرية تقريبا 90 شاركة مصرية اصبحت شريكنا فابرمنا معنا معها 285 عقد لذا الجانب الروسي يلتزم تماما بكافة الالتزامات التي تحملتها فانه عدد كبير للتعاون في هذا المجال ووفق العق نحن نعلم الطلب المصريين في الجامعة الروسية للتخصصات في مجال الطاقة النووية الضرورية للتشغيل المحطة الدعبة النووية أريد أن أقول بأن بناء المحطة الدعبة النووية أحد أهم مشاريعنا لشاركة رصاتهم وهي في قلب أولوياتنا ونحن ركزنا أحسن المهارات هنا نحن نشرك في هذه العملية 17 ألف متخصص إن محطة الدبع نووية هذا مشروع يعدي للتعاون الروسي المصري وهذه المحطة ستوافر الكهرباء للمنشآت والمشاريع الداخلية وستزيد الناتج المحلي القومي بواحد ونصف في المئة فإن التأثيرات لهذا المشروع واسع النطاق تبعا هي جيدة وعند تشييد محطة النووية فرصة عمل واحدة فقط تؤدي إلى فاتح فيما بعد إلى عشرة فرصة عمل إذافية فإن ماذا الحياة للمحطة النووية لا تقل عن مئة عام فشركة روساطم ستكون جنبا إلى جنب مع الأصدقاء المصريين بهذا الصدد فتقول المثل العربي من جد وجد فهذا مثل القريب للمثل الروسي من يبحث يجد فلا شك في أن نتائج لهذا المشروع ستكون الجيدة وستؤثر بشكل جيد على تعزيز وشائش الصداقة بين روسيا ومصر يا رئيسينا المحترمين يا فخامة الرئيس فلاديمير بوتين يا فخامة الرئيس عبد الفتاة السيسي المحترم اسمحوا لي أن أشكركم على التأييد الشامل الذي تبدونه في أثناء تشريد محطة الضبع النووية وأشكر القيادة والحكومة والشعب المصري على الثقة التي حظيناها بها شكرا لكم